يدعو جهرا على المقابر في الجنائز ويؤمن الناس خلفه بحجة جهل الناس بالمأثور من الدعاء على الميت يعني لا نجعل هذه سنة ماضية فتنقلب إلى بلع يعني نحن نحارب البلع سواء كانت في الأفراح أو كانت في المآتم كان الناس من قبل إذا جعلوا الرجل أو جعلوا المرأة في قبره وقفوا وقالوا له يابن فلانة ويقول اسم أبوه ويابن علانة ويقول اسم أمه اعلم أن هذا آخر يوم لك في الدنيا وأول يوم في الآخرة وأنه سيأتيك ملاكان أزرقان أسودان يجلسانك ثم يسألانك فيقول لك من ربي فقو ربي الله لا يقول فقل لهم بلسان ذلق فلق حلق ربي الله فطبعا كل الناس على خبرها الله مثلا يعني وإذا سألاك عن نبيك فقل لهم بلسان مش عارفة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا هذه البدع النكراء حربناها كثيرا وظنوا أن بلادا كثيرا وفقها الله تعالى إلى ترك هذه البدع فأرادوا أن يستبدلوها بماذا بمسألة الدعاء طب ندعينه خلاص لا بأس ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالدعاء ويجهر الصحابة خلفهم لكن من فعل ذلك مرة ثم فوت مرات لا بأس في ذلك الأمر أخشى من ديمومة هذه الأشياء حتى لا تكون سنة ماضية لسيما إذا فعلها من المتسننون شكرا شكرا